نهاردة الأهلي اتخذ قرار حاسم جدا وحازم جدا ضد أحمد الكندوسي وعرضه للبيع بعد الوقع الأخيرة وحركت متابعة ووقعت متابعة جدا رأيك فيها ايه بدون مطور في السؤال دي غريبة جدا يعني دي واحدة من الأمور اللي من ساعتين بس كان الدنيا فيها نوع كبير جدا من الغموض يعني الكندوسي والوكيل بتاعه وراحوا النادي الأهلي كان مبارح ولا أول مبارح مبارح 그리고 الضربكات والحاجات دي كلها آآ كرمالي آآ اتضح من ساعة كده انه مش هو الوكيل بتاعه بلاعيد آآ زيتون آآك الجدا زيتوني هو الوكيل وقال لك إيه كرمالي ده مالوش علاقة بالموضوع وأنا المسؤول والكلام ده كله هيه زوباها كبيرة والآال اتطلع يعني بيان من شوية لكن اعتقدت حيبقاله لسا تفاصيل اكتر احنا بنوصل من الزوبعة دي لقضية خطيرة جدا تتناولها يعني قضية الوكلة مستمصرة طبعا احنا عندنا في كرة القدم في مصر وكلة مجهيل سمصرة بالهبل عمولات من تحت الارض وتحت التربيزة الحتة دي الحتة دي على بعضها كده تفجرها تفجرتها قضية القدمية هي موجودة قبل كده وبتحصل فيها فضايح حضرتك انا مدرب سيادتك بتجي لي معرفش انت وكيل ولا وسيط ولا بتشغل ايه وانها بقى قبت مفتحي خد الشروة دي عشرة لعيبة زي الفل خدهم سجلهم وضروة المسائل وهيجيبك تضرب النادي الفوليجي الكلام اللي انا بقوله ده مدربين يجيبوا يقولولك هنا وفي بلك شفنا في الفترات عمرك شفت الدورة في العالم الفرقة لما تيجي خش في المريكات والصيفي بتتعاقد اقل فرقة عشرة لعيب وفي نادي كل موسم كل عنده عشرين واثنين وعشرين لعيب شفتها في حياتك نا طبعا هات الانتقالات الانتقالات العيبة اجانب بيجو مصري هنا بيكونوا بياخدوا فرقة ومية وخمسين الف دولار في الموسم بنيجي لديهم مليون ونص مليون ونص وتبقى تبقى 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 مش لايقى على امكانيات المليون ونص دي بعد انت ماشى الله ده انت النهارده بيقى يعني احسن من الخليج بقى افريقيا بيقول حضرتك دلوقتي ما بيروحوش برة بنشرق جالك هنا قاعد يتنطط شوية ولما راح الريان راح بقى اقل بالفجوز اللي كان طالبا من الزمالك بنشرق اما جي هنا واساسي وباسي وكل المجموعة لها كل الاحترام جايين كانوا بتندقلوا بمية وقمسين الف دولار جايين لك لا يا جماعة قط لي قولك انا هياخد مليون ونص واتنين مليون ونص مداربين المنتخب يا سيدي يعني شوف كيروشترا ما ماشى من عندك خد خمسين الف دولار في ايران يعني جزيلا لما عمل ايه راح ايه ايه الجولة بشعار تايم اصدير احنا بلدفع كتيرا ايه فيتوريا فيتوريا يا راجل ده انت ايه الفضايح دي يا كابتن